بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الأستاذ حسن يببعلي مادة العلوم الفيزيائية المستوى الثالثة إعداد في فيديو جديد عنوانه تصحيح التمرير الأول والثاني من الفرد المنزلي الثاني طبعا الفرد المنزلي فهو يعني رهنا إشارة جامع التلاميذ في صفحة المؤسسة على الفيسبوك المنشأة لهذا الغرض للتعلم عن بعد وفي هذا الفيديو إن شاء الله سنكتفي بتصحيح التمرير الأول والثاني ما عليك إلا أن تحضر إنجازك وتقوم بتتبع التصحيح لكي تصحي أخطائك أما إذا كنت لم تنجز الفرد بعد فقم بإيقاف هذا الفيديو الآن ثم قم بتصحيح التمرير الأول ذي إنجاز التمرير الأول والتمرير الثاني إذن على بركة الله التمرير الأول يقول يمثل الشكل أسفله حلقة خفيفة في توازن حيث يشير الدينامومتر إلى شدة تساوي ثلاثة نيطن طبعا الشكل واضح أمامنا حلقة خفيفة مشجدة من جهة بخيط ومن جهة أخرى ذي دينامومتر إذن السؤال الأول يقول أجرد القواء المطبقة على الحلقة وصنفها إلى قوة ماس وقواء عن بعد أول مرحلة من مراحل جرد القواء هي تحديد المجموعة المدرسة إذن من خلال السؤال تظهر المجموعة المدرسة هي الحلقة ثاني خطوة هي جرد القواء أي القواء المطبقة على الحلقة لجرد القواء ننظر إلى المجموعة المدرسة أي جسم في تماس مع المجموعة المدرسة فهو يطبق عليها قوة إذن القوة الأولى هي القوة المطبقة من الطرف الدينامومتر الدينامومتر يطبق قوة على الحلقة وهي قوة تماس لأن الدينامومتر في تماس مع الحلقة ثم القوة التانية هي الخيط الخيط في تماثل مع الحلقة إذن الخيط يطبق قوة على الحلقة وهي طبعا قوة تماثل إذن هذين الإسمين هما الذين يوجدان في تماثل مع الحلقة إذن نذهب الآن إلى قوة عن بعد هناك قوة دائما نركز عليها وهي القوة المطبقة من طرف الأرض على الحلقة وهي قوة عن بعد ويستحسن دائما عندما نقوم بجرد القوة أن نرمز لكل قوة برمز من أحد الرمز التي رأيناها في أحد الضروس السابقة مثلا دينامو متر نرمز له بالقوة القوة المطبقة من الضرف دينامو متر نرمز له بالرمز F طبعا فوق أسام لأننا نتحدث عن متجهات القوة ثم القوة الثانية نرمز لها بالرمز T ثم القوة الثالثة نرمز لها بالرمز P وبهذا نكون قد أجبنا على السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني دائما الشكل واضح أمامنا السؤال يقول حدد المميزات المعروفة للقواء المطبقة على الحلقة إذن لتحديد المميزات يستحسن دائما أن نضعها في جدول إذن عدنا أربعة المميزات رأيناها في إحدى الدروس السابقة نقطة تأثير خط تأثير المنحة ثم الشدة الآن نقوم بتحديد الميزات أو الميزة الأولى هي نقطة تأثير لكل قوة بالنسبة للقوة F نقطة تأثير هي النقطة A وهي تظهر لنا على الشكل القوة T نقطة تأثير هي النقطة B نقطة التمس بين الخيط والحلقة وتظهر كذلك في الشكل ثم أخيرا النقطة أو القوة نقطة تأثيرها هي مركز ثقل الحلقة G تظهر لنا كذلك في الشكل بالنسبة لخط تأثير القوة T ف و T لهما نفس خط تأثير وهو المستقيم بالنسبة لقوة A و T بالنسبة لقوة T خط تأثيرها هو عفوا هو المستقيم العمودي المار من G المنحها بالنسبة لقوة F منحها من A نحو اليمين فهو يظهر كذلك في الشكل ثم بالنسبة للقوة T منحها من B نحو اليسار ثم بالنسبة للقوة FB منحها من G نحو الأسفل واضح؟ ثم أن الشدة الوحيدة معروفة هي شدة القوة B هي في المعطيات تساوي 3 نيطن بهذا نكون قد أجبنا عن السؤال الثاني وهو واضح جدا الآن ننتقل إلى السؤال الثالث السؤال الثالث يقول ماذا يمكن القول عن شدة وزن الحلقة مقارنة مع شدة كل من تأثيري الخيط والدينامومتر طبعا في المعطيات لدينا الحلقة خفيفة أي أن كتلتها صغيرة جدا وبالتالي يمكن إهمال شدة وزن الحلقة أمام شدة القوة FB إذن يمكن اعتبار الحلقة في توزن تحت تأثير قوتين اللي هي F و T الآن السؤال الرابع استنتي شدة القوة التي يطبقها الخيط على الحلقة معلنا جوابا إذن الحلقة قلنا في المعطيات أنها في توزن والآن اعتبرناها مطبقة عليها قوتين فقط إذن فهي في توزن تحت تأثير قوتين إذن حسب شرط التوزن الحلقة في توزن تحت تأثير قوتين إذن حسب شرط التوزن فإن لهاتين القوتين نفس خط تأثير ونفس شدة ومنحيان متهاجسا إذن T شدة القوة T تسوي شدة القوة F تسوي ثلاثة نيطن الآن ننتقل إلى السؤال الخامس مثل جميع قوى التماثر مطبقة على الحلقة إذن عندنا الشكل طبعا باستعمال السلم اللي هو واحد سنتمتر قد سوي على فصلة خمسة نيطن إذن باستعمال هذا السلم سنجد أنه طول سهم المتجه متهج كل القوة هو إثناني سنتمتر إذن إذا مشنا الشكل هو هذا القوة F ستبتدأ من نقطة تأثير A نحو اليمين طبعا نمثلها بسام طول هذه السامة هو إثنان سنتمتر ثم نضع رمز القوة فوق هذا السام القوة الأخرى من أو من نقطة تأثير لها بنحو اليسار وطول هذه السامة هو إثنان سنتمتر ورمز هذه القوة هو T بهذا نكون قد أجابنا على التمرين الأول نتمنى أن تكونوا يعني فهمتم هذا التمرين ننتقل الآن للتمرين الثاني تمرين الثاني يقول نعلق كرة حديدية شدة وزنها 0.6 نيطن بواسطة خيط كما يبين الشكل طبعا الشكل واضح أمامنا خيط تعلقنا فيه كرة النقطة التماسي بين خطوة الكرة هي A إذن السؤال الأول يقول إعطي شروط توازن جسم معين S شروط توازن يقول أي جسم في توازن تحت تأثير قوة فإن لهاتين القوة نفس خط تأثير ونفس الشدة ومن حيان متعاكسا ننتقل الآن إلى السؤال الثاني السؤال الثاني يقول أجرد القوة المطبقة على الكرية وصنفها إذن دائما الخطوة الأولى في جرد القوة هي تحديد المجموع المدرسل وهي الكرية ثم الخطوة التانية هي جرد القوة القوة المطبقة على الكرية هي الخيط يطبق قوة على الكرية وهي قوة التماس ثم الأرض تطبق قوة على الكرية وهي قوة عن بعد ومن الأحسن دائما أن نرمز للقوة القوة الأولى نرمز لها بالرمز T ثم القوة الثانية نرمز لها بالرمز T السؤال الثالث تحدد مميزات وزن الكورية يعني القوة المطبقة من طرف الأرض على الكورية إذن يستحسن دائما أن نضع هذه المميزات في جدول إذن نبدأ بالميزة الأولى اللي هي نقطة تأثير دائما نقطة تأثير وزن أي جسم كيفما كان هو مركز فقله خط التأثير هو المستقيم العمودي أو لنقول الرأسي أو الشقولي المار من مركز التقالي هي G ثم دائما لمنحة من G نحو الأسفل أما بالنسبة للشدة في هذه الحالة فهي في المعطيات تساوي 0.6 نيطون ننتقل الآن للسؤال الرابع يقول السؤال استنتج مميزات القوة المطبقة من طرف الخيط على الكورية ومثلها بالسلم 1 سمت متر لكل 0.3 نيطون طبعا القرية في توازن تحت تأثير قوتين إذن لهاتين القوتين نفس خط تأثير نفس الشدة ومنحين متعكسن طبعا حسبها شرط التوازن وبالتالي فإن مميزات القوة T هي كالتالي يستحسن دائما النضع في جدول إذن نقطة تأثير خط تأثير لمنحة الشدة نقطة تأثير هي نقطة تماسقنا بين الخيط والكورية هي النقطة A خط تأثير هو نفس خط تأثير القوة P الذي هو المستقيم العمود المار من الجي المنحة هو عكس منحة القوة P منحة القوة P نحو الأسفل أما بالنسبة لمنحة القوة P نحو الأعلى ثم بالنسبة للشدة فهي نفس شدة القوة P التي تسوي 0.6 نيطون إذن لتمثيل هذه القوة باستعمال السلم السابق فإن طول سهم متجهة هذه القوة هو 2 سمت لأن كل 0.3 نيطون في 1 سمت إذن نحن 0.6 نيطون طولها أتعطينا 2 سمت إذن الشكل أمامنا الآن إذن النقطة تتريأة سيبدأ سهم الذي يمثل متجهة القوة من النقطة نحو الأعلى وطوله هو 2 سمت ثم دائما نضع رمز متجهة القوة بجانب هذه القوة الآن ننتقل إلى السؤال الخامس يقول السؤال ما هي كتلة القرية بالكيلوغرام؟ نعطي شدة مجل التقل الجي تساوي 2 نيطون على الكيلوغرام لدينا العلاقة بين الكتلة وشدة الوزن هي رأينا في درس الوزن والكتلة هي شدة الوزن تساوي الكتلة ضارب شدة مجل التقل أي في تساوي م ضارب جي ومنه فإن نريد الآن حساب الكتلة إذن الكتلة M تساوي شدة الوزن مقصوم على شدة مجال ثقالة طبعا هنا علاقة تناسبية واضح؟ ولدينا في المعطيات أن شدة الوزن تساوي 0.6 نيطون وشدة مجال التقل تساوي 10 نيطون على الكيلوغرام وبالتالي تطبيق عدده M تساوي 0.6 نيطون على 10 نيطون على الكيلوغرام إذن M تساوي 0.06 كيلوغرام هذه هي كتلة الكرية طبعا على سطح الأرض السؤال السادس يقول ما هي كتلة هذه الكرية على سطح القمر مع تعليلي الجواب كتلة الكرية على سطح القمر تساوي M تساوي 0.6 كيلوغرام لماذا؟ لأن الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان لا يتعلق بالمكان بهذا نكون قد أجابنا على التمرين الأول والثاني انتظرونا إن شاء الله تعالى في فيديو جديد للإجابة عن التمرين الثالث والرابع وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم شكراً وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله